قبل ما أروح لكم للتقرير عشاني لسه بتكلم عن الفن في حتة فنان مبدع بديع أصلي أصلي أولا أنا ما كنتش أتصور إنه شوف أنا بشوفه بقالي كذا سنة والكذا سنة دول أنا بشوفه بيقدم فيها أدوار بمنتهى العمق وأغلب الأدوار أدوار اللي بتقدر تسميها كده بشكل عام أدوار جدة لكن إنه ألاقي بيقدم كوميديا قاتلة صاحقة ماحقة في مسلسل الكبير حمزة العيلي يا جماعة أنا في رأيي حمزة ده صروة صروة بالمعنى الحرفي وانت ما تفهمنيش إنه حمزة يطلع في رسالة الإمام بهذا الدور المهول المخيف ويطلع مع الكبير خد بالك إحنا بنتكلم على مسلسلين بتارده في نفس الوقت وبالتالي الفصلة عن الشخصية دي عشان كده أقولك أنا دايما أشوف الممثلين دول دول عبقرة جماعة اللي بعرفوا عمزة دول عبقرة حقيقين يعني فتلاقي حمزة طالع في الكبير عمال موتك يعني مش ممكن إزاي أنا في الكام سنة اللي احنا عايشينهم دول أنا كده أقدر أقولك أنا عندنا طبعا طبعا مجد الكدواني طبعا بيومي فؤاد ليه خطرت الاتنين؟ لأنه الاتنين دول هما اللي عندهم قدرة مزهلة وبلا حدود في أنه هما يجسدوا جد وكوميديا كوميديا تخليك ترفص حلو؟ قدرة مزهلة ده مش معناه أنه في ناس تانية ما لا في ناس زي الفل وكل حاجة بس مش زي مجد الكدواني ومش زي بيومي فؤاد مع حفظ الألقاء بالمناسبة لكن أنا هنا أقدر أقولك وحمزة العيلي يكمل هذا المسلس لأن أنا بقيت بتفرج على الحلقة بتاعته مع ميكي في الكبير وأنا ما بتحكش بسهولة والله العظيم أنا بتحكش بسهولة خالص يعني صعبة أو يتدحكني مش علشان أي حاجة في الدنيا غير أن أنا غلس فما بقى ما بقى فيش حاجة بتدحكني تقريبا يعني أو كشر على رأي زيما فلا هو أنا مش كشر بس أنا غلس وأنا دايما عنيف في نقدي للأمور لكن أنا مش هزار بقيت بتحك بالصوت عالي وأنا قاعد قفل علي قطي الوحدي وقاعد عمال بتفرج وقاعد بتحك بالصوت عالي اللي هو أنت وبعدين ما عملش حاجة هو كل اللي بيقولوا بسهولة بسهولة وبعدين يقول لي مثلا واحد من الولاد السبيللي في الوحي قدقين شوفت الحلقة هي mówiąه بسهولة مجات في ادنك إيه اللي تعمل له ده وبعدين لو أنا قلتاها مش هتدحك حلو هي دي العبقرية أي حد فينا لو قلت كده لو قلنا كده مش هندحك صح حلو حمزة موتنا من الدحك هي دي موهبة انه اللي انت تقوله يعدي واللي الموهوب يقوله ما بيعديش بسوء خالص فانت فانت بتتكلم يا جماعة حمزة العيلي ده والله العظيم والله الحلفان كتير انا مش معادي ده صروة ده صروة ده مورجن فريمن بتاعنا ده دانزل واشنطن بتاعنا انا مش مهرج ومش ببالغ انا مركز مع الراجل ده بقى لي كذا سنة انا مركز المسألة مش في تقلقه السنة دي في رمضان انا لو قاعد فاتح اي بلاتفور من البلاتفورمز المعروفة وشفت انه حمزة العيلي والله ما ببالغ مشارك في عمل بتفرج عليه يعني بقى مستعدة اتفرج على الفيلم او على المسلسل علشان اشوف المشاهد بتاعة حمزة العيلي انا بكلمك فعلا مش هزاه فانا فعلا اشجع دائما اي منتج اي منتج واكبر منتج استثمر في الراجل ده يا جماعة الراجل ده هيعدي 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 اكسل رج اكسل رجل ده كان في البدايات لا ده اتفرج بقى ده زيما اللي بيقولي مخرجنا الرعب لأ انا عايزك تتفرج على دوره في مسلسل رعب انا غابق افلام رعب ومسلسل رعب مع المسلسل بتاع روبي كان اسمه الشقة متين وسط حاجة كده انت ايه يا اخي انت ايه الجبرود ده ده جبار زماني عميب يقولي يلا بقى اخش على التقرير حاضر عموما حمزة اذا كان وصله الكلام ده خير وبركة مش وصله وصلهوله لك يعني بيج 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 فان